المسألة جماعة إذا أردنا توصفها بدون فلسفة كتير يعني هتلاقي إثيوبيا في مسألة سد النهضة دي بتتعامل معنا ومع العالم كله بسياسة نقدر نسميها سياسة الحفة يعني سياسة الحفة اللي هو ييجي يقولك احنا هنقوم بالملء التاني للسد اللي هو في يوليو شاء من شاء وأبا من أبا باتفاق أو من غير اتفاق ومحدش في العالم يقدر يقف قدامنا وإحنا بنملأ الملء التاني للسد فأنت لما تشوف هذا الكلام وتسمعه فتقول الله ده أكيد في قوة جبارة داعمة لإثيوبيا عشان تتكلم بالطريقة دي وعشان تتصرف بالطريقة دي معه يعني ناس ايه اللي هو بالتعبير البلدي بتاعنا كده دي الناس ما تتعبط ايطها اللي هو لك مفيش أي حد هيعترض مش هنلتفت لي وهنملأ للملء التاني ويمكملين بنا ووالى آخر طب سياسة الحفة دي رغم ان في دول لها مصالح في إثيوبيا ولا تستطيع انك تتجاهل ده لكن أعتقد انه سياسة الحفة دي لانه إثيوبيا ما عندهاش ما تخسره فيما أعتقد يعني يعني اللي هو في الآخر اللي هو أنا عايش حياة صعبة جدا وعندي اضطرابات صعبة جدا ومحتاج تنمية صعبة جدا تتعمل فيه ايه أو العالم هيعمل فيه ايه يوم ما يضرب السد هبقى أنا حتى اللي كسبان فإذا هو لأنه لا يملك ما يخسره فواصل لي في المسألة للنهاية طيب مصر بتشتغل ازاي تقدر تقول ان في مواجهة سياسة الحفة دي بتاعت إثيوبيا مصر بي تتعامل بيه سياسة اللي هي سياسة التطويق اللي هي بتصنع طوق حوالين إثيوبي طوق دبلوماسي وطوق سياسي وطوق جغرافي وعايزة وريكم خريطة ناس كتيرة جدا نبارح تدولوها الخريطة دي وروا لنا كده جماعة يعني وروا لسادة المشاهدين خلينا ايه نشوفها اه خريطة هي ده محضراتكم إثيوبيا هي موجودة وبعدين العالم مصر ده دلالة على ايه انك رحت لكل الدول المحيطة بإثيوبيا السودان وانت عارفين علاقتنا مع السودان شكلها بقى عمل ازاي وعندين جنوب السودان وتوجدك فيه جنوب السودان بشكل كبير جد وبعدين كينيا اهو وبعدين الصماط ثم جبوتي هناك هي اللي هو انت ايه رايح فإذا انت عامل عامل وبعدين عندك تحت اوغندا برضو لان اسيوبيا الحقيقة دولة عندها حدود مع دول كتير يعني اللي هو مع السودان وجنوب السودان واوغندا وكينيا والصمال وجبوتي واريتري فانت عندك هنا قمت بيه مسألة التطويق يعني هو بيتعامل معاك بالسياسة الحفة انت بتتعامل معاك بالسياسة التطويق والتطويق ده زي بقول سياسي ودبلوماسي وجغرافي على الارض ليك علاقات في هذه الدول علاقات وخلي بالك انك بتقوم بتوقيع اتفاقيات امنية وعسكرية مع هذه الدول لانك ستحتاج الى هذه الاتفاقيات دان الان اللي هم دولتان المصاب في مرحلة او في خانة الدفاع عن النفس بمعنى انه اذا وقع ضرر علي فانا هلجأ لي كل الخيارات طب عشان هلجأ لكل الخيارات ودي النقطة لما كان واحد يقولك ايه السوق الرئيس قال انه كل الخيارات مفتوحة معنى انه كل الخيارات مفتوحة انه كل الخيارات مفروض لها استعداد الدبلوماسي لا استعدادات المفاوضات السياسية لا استعدادات الدربات العسكرية كمان لها استعدادات فانا مش هتيجي انت تصحى في يوم وليلة كده وده ليس على سبيل التهديد لانك لما تقول لما تقول لبلد مثلا زي اسيوبيا انه اذا وقع علي ضرر هذا الدرر يرتبط بحياة الناس فانا هلجأ الى كل الخيارات فانا ما بهدتش اسيوبيا انا بدافع عن نفس فاذا انت عندك سياسة سياسة الحفة اللي بتتبعها اسيوبيا في مقابلها سياسة التطويق التي تتبعها مصر طيب سياسة الحفة دي خسرت اسيوبيا ايه وسياسة التطويق كسبت مصر ايه سياسة الحفة دي خسرت اسيوبيا اي دعم دولي لانه العالم الوقت شايف انك قدام دولة عباسية اه يعني اسيوبيا يا جماعة دولة عباسية بلا منطق ما عندهاش منطق في اللي بتقول وبعدين رغم المشكلة بتاعتها دي في ساد نهضة هي عندها مشاكل داخلية تهدد بانفجار اسيوبيا من الداخل انت بتتكلم على بلد ترقد على برميل من البروت يعني امريكا مثلا اعلنت طبعا هي مقافة المساعدات لسيوبيا وبعدين بتطالبها بشوية حاجات انه اللي حاصل مثلا فيه اقليم التجريا انه عاوزين يطلع تطلع القوات المسلحة بتاعت اريتريا والامهرة من تجريا وبعدين يدخلوا ناس يدخلوا اكل ويدخلوا علاج للناس اللي موجودين لانه فيه فيه نكبة فيه نكبة موجودة فيه تجريا هو الانسان هناك مش منتهكة ده فيه جرائم حرب تحدث على ارض اسيوبيا فالامريكان قالك لا ابي احمد بقى لو بتاع جازة نوبل السلام هو مش فاهم انا يعني اللجنة اللجنة التي منحت ابي احمد جازة نوبل السلام يعني يا جماعة هذا الرجل لابد ان تسحب منه هذه الجائزة يعني انا والله يعني اذا كان لهذا الصوت صوتي ان يصل يا جماعة ضمير العالم كيف يسمح بمنح هذا الرجل جازة نوبل السلام وهو يقوم بهذه المجازر داخل اسيوبيا ويخطط لعمل يمكن ان يضر شعوب اخرى خارج اسيوبيا اللي هو في مصر والسداد ليه يا جازة نوبل السلام يعني ايه يعني بتاخد يعني اخد جازة في التدمير في التقريب في المجازر في الاتل في سفك الدماء يعني اي حاجة فاذا كان لهذا الصوت ان يصل للجنة التي منحت ابي احمد جازة نوبل السلام لا هذا رجل لابد ان تسحب منه هذه الجائزة وإلا تبقى الجواز يعني ملهاش اي قيمة ولا اي لازم فاذا هو بيخسر دعم وتأييد لا بالسبب هذا التعاند في مقابل انه العالم بيتفهم دورك وبيتفهم اللي انت بتعمله وعايز اقول لحضراتكم على حاجة مثلا حتى فنيا المسألة اه في بعض الناس بعد التقارير الفنية بتقول فيه والله يا جماعة تطمينات اللي هو ايه تطمينات يقول لك انه اثيوبيا اعلنت عن الملء التاني ساد النهضة في يوليو في شهر سبعة وده يمثل خطر كبير ايه يمثل خطر كبير لكن بيقولوا انه عشان اثيوبيا تقوم بالملء التاني ده فهي مفروض تملى ب13.5 مليار متر مكعب عشان يبقى اكتمل الملء التاني طيب عشان تملى هي ب13.5 مليار متر مكعب مفروض يتم تعليق القطاع الاوسط في ساد النهضة او نورد حضراتكم ساد النهضة الان واحنا بنتكلم مع حضراتكم يعني ده عبر الاقمر الصناعي او يعني من على جوجل ارس اللي هو اهو قرب كده ليه اهو نكلم على ساد النهضة فالقطاع الاوسط في ساد النهضة مفروض انه يكون ارتفاعه 30 متر كويس عشان يستوعب 13.5 مليار متر مكعب المي لحد الان لحد الان ارتفاع هذا القطاع الاوسط يصل الى اربع امطار فقط احنا بنتكلم على بعد ايه حوالي شهر وشوي طيب بحسبة الزمن ده الناس اللي هي المتفألة يعني احنا بنتكلم الوقت عن السد يعني فنية فالناس المتفألة بتقول يا جماعة لا اهو اثيوبيا مش هتقدر تقوم بالملء التاني لانه عشان يملأ الملء التاني ده محتاج ان القطاع الاوسط في السد يتم تعليته الى 30 متر عشان يستوعب 13.5 مليار متر مكعب فهو الوقت ارتفاع القطاع الاوسط ده حوالي 4 متر في خلال خلال الشهرين دول او خلال الشهر وشوية لقبل الموعد بتاع البدء الملء وبحسبة زمنية بسيطة هو مش هيقدر يوصل القطاع الاوسط ده لـ 30 متر فهو مش هيقدر يملأ بيه اكتر من 4.5 مليار متر مكعب بشكل اساسي بس ده ايه ده سيناريو متفائل سيناريو التاني بيقول لا اهو اثيوبيا هتقدر تكمل قبل موعد الملء التاني الـ 30 متر فهو تستوعب الـ 13.5 مليار متر مكعب مياه ويبقى هم كده ملو وهنا تبقى فيه خطورة كاملة على مصر والسودان وطبعا على السودان بشكل اكبر ولذلك الجهد اللي بيبزل طول الوقت عشان منع ده منع ان احنا نوصل ليه هذا السيناريو جهد متواصل واقول لحضراتكم حاجة لا يمكن لاحد ان يتشكك فيه لانه بص على ادارة مصر للملفات الداخلية والخارجية تعرف ان الناس شغالين بشكل جيد بس زي ما بيقولوا ليس كل ما يعرف يقال فاذا ده الوضع الوقتي فيه سد النهض الفكرة في ايه نحن لما بنشير الى الزيارة بتاعة جبوتي في بعض الناس قالك يعني صحيح هو ده اول زيارة يقوم بها رئيس مصري لجبوتي على الاطلاق يعني اول زيارة يقوم بها رئيس مصري وانها زيارة تاريخية ليس فقط لانها اول مرة رئيس مصري يزورها ولكن في هذا الظرف تحديدا لو انت بتكمل شغلك بتكمل سياسة التطويق بتاعتك وعلى فكرة انت ما بتعملش ده مجانا يعني ما بتروحش تقول والله جماعة في جبوتي احنا محتاجين دعمكم لا انت بتنسج علاقات اتقطعت للأسف الشديد في عقود طويلة جدا لدرجة ان الافرقى بيقولك انتوا نسيتونا انتوا المصريين بتبصوا الفوق ما بتبصوش لتحت مع ان مصلحتكم انكم تبصوا لتحت للقرة الافرقى